كنا بنقول في حرب ولا ما فيش حرب في حرب وحرب بجد يعني حرب بس مش على المستوى العسكري على مستويات أخرى من النقل الاقتصادي ومن النقل السبراني والموضوع بيتطور بشكل لافت وكل طرف يعني متمسك جدا بوجه نظره والخاسر أعتقد أطراف كتير طبعا هي كان ملامح الحرب كانت واضحة نعم ممكن من حوالي شهر كده هنا أنه في حرب ما لا يمكن يكون هذا الحجد غير أنه في اتجاه الحرب كمان روسيا تبحث عن منفذ في ظل وجود عقوبات وعدم وجود ضمانات أمنية يعني لا العقوبات اتشالت ولا الضمانات الأمنية تحققت اقترب النيتو فلسفته الأساسية هو حالة عداء مع روسيا يعني ده مش روسيا أولا وبعدها يعني تأتي بلدان أخرى لكن الحالة العداء الأولى هي مع روسيا عندما يتمدد النيتو ماذا تفعل روسيا غير أنها تبدأ أنها تتحرك الأول كايت بتنكمش يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتمزق الدول السوفيتية نعم روسيا بدأت تبني واحدة واحدة في ظل وجود برضو حالة من حالات الحصار إلى أن يأتي الوقت اللي لازم من روسيا تبدأ تتحرك فيه تقول لأنك أنت بتيجي لغاية الحدود عندي عندما تدخل روسيا إلى أوكرانيا تبدأ المعركة ولا تنتهي يعني يظن البعض أن المعركة خلاص عندما تحتل روسيا أوكرانيا انتهت المعركة لا عندما تحتل روسيا أوكرانيا تبدأ المعركة لماذا؟ لأن روسيا أوكرانيا عبارة عن فاصل بين النيتو وبين روسيا وكان يحكم أوكرانيا مجموعة من المراهقين ما زالوا السلطة الحالية لأنه لم يكن أمامهم أي حل غير أن يعلنوا الحياد من بدري مش من النهاردة من سنوات كمان عشان يقدروا يحافظوا على وجودهم وعلى أراضيهم بالشكل المعقول لكن هم تلعب بهم من الغرب هنا ضعف الخبرة السياسية للقادة الأوكرانيين هو اللي أدى لهذه المشكلة طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه عارف أنه ما ينفعش أن يفضل يعني كده في وجه روسيا نيابة عن الغرب وهو لا يملك أي نوع من أنواعها كانت أمريكا وكان النيتو وكان يعني دعم غير عادي طبعا تبخر في وقت الجد ما يسويش الدعم على الأرض وانت بتدي أسلحة اللي جيش أصلا في الأساس ضعيف الجيش الأوكراني أمام الجيش الروسي لا شيء والله أنا